استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مجبولي تقريرا حول موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر الماضي وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تحرص على المتابعة الدائمة لدور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ودعم جهودها في التواصل الفاعل مع المواطنين والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة لشكواهم تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي أوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الدكتور طارق الرفاعي أكد تلقي 242 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر سبتمبر تم الانتهاء من مراجعة وفحص 135500 شكوى وطلب وتوجيه ما يقرب من 113500 شكوى لجهات الاختصاص وتم حفظ 22000 شكوى وجاري استكمال مراجعة وفحص 6500 شكوى وطلب تمهيدا لاتخاذ ما يلزم بشأنها